هل فكرت يوماً كيف ستقف بين يدي الله وتصلي وأنت مثقل بهذه الذنوب؟ كيف ستسجد له وأنت تعلم أنك تعصي وتغضبه؟ يا من تتطلع إلى الحرام وتشاهد الأفلام الإباحية، هل تفكر في هذا؟ هل تدرك أن الله يراك في تلك اللحظة؟ كيف تجعل الله أهواناً ناظرين إليك وأنت تفعل هذا الذنب العظيم؟ مشاهدة هذه الأفلام ليست مجرد نظرة عابرة إنها تدمير لروح الإيمان في قلبك، وسبب في إيقاظ الفتنة وإضعاف علاقتك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزنها النظر، والقلب يزني وزناه التمني فكل تلك النظرات والتمنيات تضعف إيمانك وتجرك نحو هاوية لا مخرج منها إلا بالتوبة الصادقة لكن السؤال الحقيقي هو كيف تتوقع أن تنال رحمة الله؟ وأنت تصر على هذه المعصية؟ كيف تطلب منه الفرج والنجاة؟ وأنت مستمر فيما يغضبه؟ قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم فهل تغض بصرك أم تستمر في عصيانك؟ تذكر أن تلك الأفلام تفسد قلبك وتبعدك عن الله وتدخلك في دائرة خطرة قد تؤدي بك إلى الزناء تلك الفاحشة التي حذرنا منها الله وقال ولا تقرب الزناء إنه كان فاحشة وساء سبيلا إن كنت تطلب النجاة فطريق النجاة يبدأ من هنا من توبتك الصادقة ومن عودتك إلى الله لذا حان الوقت لتتوقف عن هذا الذنب وتستعين بالله في تقوية إرادتك وتبدأ رحلة جديدة نحو الطاعة والتقوى لأن الطاعة تجلب الطمأنينة والمعصية لا تجلب سوى الضعف والخذلان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين